تفاصيل أزمة طليقة خالد عليش معه بسبب النفقة هجمت الفنانة ميمة الشامي طليقها خالد عليش بسبب أزمة النفقة وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي في يسبوك وقالت الشامي في المنشور هو 4000 جنيه في الشهر يكفي بنتي في مدرسة انترناشنال في حين باباها بيقبط 75000 جنيه هو اللي هني وضربني وكنت أنا اللي باعتزر عشان أنا أسرت وأخد فلوسي وباعترف بداه بس مش عايزي الدهاني غير لما وافق على شروطه ولا ألجأ للقضاء وأضافت أنت ما تعرفش أنا ببيع إيه عشان أصرف على بنتي خاصة أني مريت بظروف قاسية جدا وتحديدا بعد مرض والدتي وتبعت ميمة الشامي والنبي الناس اللي بتكلمني عشان أشيلي البست أنتو ما تعرفوش أنا مستحملة إيه أنا وبنتي ما تعرفوش أنا عملت إيه مع الراجل ده وما تعرفوش أنا سكت بقالي قد إيه واستكملت ما تعرفوش أنا ببيع إيه عشان بنتي لأن آخر 8000 جنيه كانوا معايا هو أخدهم وما تعرفوش أنا تهنت إزاي منه ومن أهله ومن صحباته البنات فالبست ده آخر حل عندي لأن ما كنتش عايزة أعمل كده مش عشاني ولا عشانه إحنا بنا ربنا وهيحكم بنا وتابعت أمي جالها الكنسر والناس كلها تحيلت عليه يقف جنب امراته وبعتله لو سمحت عايزة فلوسي من فضلك أنا ببيع ده بابويا قال لي مليش دعوة ونشرت ميمة الشامي منشورا آخر قالت فيه للناس اللي مغلطاني أني نشرت حياتي الشخصية وأن كان مفروض أسكت وده أسرار بنا صدقوني أنا مش مبسوطة خالص أني عملت كده للأسف دائت بيا كل السبل ومليش غير الدعاء أن ربنا يهدي ويفوق وأضافت مش هقولكو على كسرة القلب والوجع اللي معتقدش هيروح في يوم من الأيام ولا هقولكو على صدمتي في أعز الناس اللي كان أغلى من روحي ولا هقولكو إحساس النعريانة وسط الناس أنا أمي ما كانت تعرف حتى هو بيقبط كام ولا حتى بعد ما هو غلط في أمي اللي عمرها ما قالت له كلمة دايقه واختتمت قائلة شكرا لكل الناس اللي شايفاني غلط وأتمنى من الله ما تتحطوش في موقفي لأن الله أعلم كان ردكم هيكون إيه خالد تزوج من زوجته ميمة الشامي في ديسمبر 2013 وأنجب طفلة وميمة هي ممثلة شابة شاركت بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات فشاركت في رمضان 2016 في مشاهد قليلة في مسلسل بنات سوبرمان أما خالد عليش فهو مزيع راديو شهير وقدم برامج معك في السكة والموقف أما عبر التلفزيون فيشارك في تقديم برنامج تلفزيوني وشارك في بعض الأعمال التلفزيونية منها مسلسل مأمون وشركاه وانفصلت ثنائي في نهاية العام الماضي بعد ست سنوات زواج موسيقى 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 شكرا